اشتركوا في القناة 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 اغتفار تقدم على الفجر كيف تكون نريد حول هذا الموضوع لأن هذه المسألة يختلف كثير من الناس وهناك من تعرف مسائل التي ستكون في رمضان في موضوع الاذان والنية وغير ذلك في الفرض وفي النفلي تفضل شيخنا أحسنت وبارك الله فيك أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقالة سنته وكل من بيقتدى أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم هناك مظاهر للتيسير في صيام شهر رمضان المبارك ومن الأسبوع الماضي تجاوزنا بعض ما يتعلق بالطهارة وبالصلاة وغيرها إلى الصيام وقبل أن أتابع الدرسة أقول اليوم كرم الشيخ عبداللطيف الشويرف بكلية الشريعة بجامعة المرقب الخمس كرم هذا الشيخ الفاضل ووطيت له أو سلمت له شهادة الدكتوراه الدكتوراه الفخرية ونحن نفرح بمثل هذا أو بمثل هذا ونشكر عميد الكلية ونشكر المسؤولين بالجامعة ونشكر كل من دع إلى ذلك وسعى إليه فإن تكريم علمائنا أمر عظيم أمر عظيم ممن يعني اشتهر علمهم وفضلهم وخرجوا على الناس الشيخ عبداللطيف حفظه الله تعالى خرج على الناس في الإعلام حتى في القديم لكنه في حسب فيما أعلم ما نافق ولا أفتى بحلية الربا مثلا أو بأمر كهذا علم الناس فسر دكر علوم بين علوم العربية حبب للناس العربية بعد الثورة اشتغل بالتفسير فجزاه الله خيرا وهو يستحق هذا وأكثر فحقيقة لابد أن نشكر من يقوم بمثل هذا في علمائنا أو في حق علمائنا من مثل الشيخ عبداللطيف ومثل غيره فإن الكريم قالوا قديما فإن الكريم يجل الكرام فإن الكريم يجل الكرام ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل هذا مما اشتهر وداعى بين الناس فجز الله الجميع خيرا نعم 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 رمضان فيه تيسير كثير فيه تيسير كثير ومن تيسيره النية أو اغتفار تقدم النية على الصياب النية الأصل في النية أن تقارن الفعل أو تقارن أول العبادة النية في الصلاة مع تكبية الإحراب في في العمل في الحج مثلا في الإحرام النية الإحرام هو النية الحرام هو النية التجرد من من المخيط وهذا من واجبات الإحرام من واجبات الإحرام لكن الركن هو النية في نية دخول أو نية الدخول في أحد النسكين أو فيه ما معا فالشأن أن النية تقارن أول العبادة يقول للماء من فوائد النسخ من فوائد النسخ إظهار المنة إظهار المنة يعني المرأة لما تعرف أن العدة كانت عاما أو سنة أو حولا وبعدين ولت أربع شهور أو أصبحت أربعة أشهر وعشرة تظهر لها المنة الحمد لله تخفيف الآن خفف الله عنكم وعليم أن فيكم ضعفة أو ضعفة تظهر المنة الصيام فيه تخفيف كبير وتيسير لكن لم تظهر المنة فيه لكثير من الناس إلا إذا ذكر إلا إذا بينا له أحيانا يتفكر نفسه فالشأن والأصل أن النية تقارن أول العبادة زي الصلاة كمثل الصلاة وغيرها فالصيام تيسيرا على الناس تيسيرا على الناس الله سبحانه وتعالى يسر على الناس كيف يسر عليهم جعل النية طبعا هي وقت النية في رمضان من غروب الشمس إلى الفجر شوف الوساع هذا كله من غروب الشمس إلى الفجر يعني جعل الليل كله ظرفا للنية جعل الليل كله ظرفا للنية لا يكون قبل الفجر قبل غروب الشمس ولا بعد الفجر مسافة طويلة طويلة جدا فلك أن تنوي بعد الغروب رأينا النية في رمضان لا تقترن بالفجر أي لا يشترط اقترانها تجوز مع الفجر ولكن لا يشترط أن تكون مع الفجر ولا يشترط لماذا قال العلماء لمشقة تحرير الاقتران لمشقة تحرير الاقتران يعني ممكن بعض الغروب تنوي أول الليل وسط الليل آخر الليل ملئة الفجر مع الفجر كل هذا وقت للنية كيف تظهر المنة كيف نشكر الله جل في علاه كيف نشكر الله جل في علاه على هذه المنة ماذا لو أنه أو لأن الشريعة أوجبت علينا النية مع أول العبادة في الصيام في غير الصيام هذا أمر واضح في الصيام خالفت فلو أوجبته لابد مش معناها معناها لابد أن تكون عند الفجر يقضا مستيقضا ناويا هذا فيه مشقة فيه شقة كبيرة هناك النايم هناك في الليل يغربنا النوم والناس يعني مثل الآن قلب الدنيا كله في رمضان الليل نهار نهار ليل كان الناس يشتغلون وبعضهم لم يستطع من الصحابة لم يستطع أن ينتظر يعني ما تعده زوجته له للإفطار فنام قبل أن يأكل ما تعده زوجته لأنه مشغول في العمل ويكدح بعمل يده فنام لما كان إذا نام الإنسان أمسك فلما أحضرت له الطعام وجدته نائما قالت خيبة لك فأمسك أو صام يومين حتى أغمي عليه هذا تيسير آخر التيسير الآن هذا إذا علم الناس أيضا يعلمون التيسير لأن لا تنوي من أول الليل تنام تأكل تشرب تعمل ما تشاء خلاص فإذا جاء أول العبادة كنت داخلا في العبادة دخولا أوتوماتيك ليس فيه حرج ليس فيه حرج قلنا لو لو أن الشريعة أوجبت علينا أن نفعل في الصيام كما نفعل في الصلاة وفي غيرها تكون النية مع الفجر لكان أمرا عظيما على الناس لكان مشقة لا يستطيعها الناس لا يستطيعها خاصة الكبير والصغير والمتعب وإلى غير ذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج قال هذه مسألة صعبة فجاء الشريعة قالت أنا الآن سأشرع لكم تشريعا خاصا بالصيام النية مسافة طويلة فأغلب الناس الآن ينمون تمشي الأمور ينام خاصة إذا كان الليل طويلا يعني ينامون ثم يستيقظون لصلاة لا الشأن يعني لصلاة الصبح أحيانا بعد حتى يعني دخول الوقت ما في مجتمعه هو ناو نوى من أول الليل من وسط الليل وسيأتي معنا حتى من بداية الشهر فهل تخفيف وتيسير من المولى سبحانه وتعالى من المولى سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليخفف عنكم يعني الله سبحانه تعالى خفّ لنا فنشكره سبحانه وتعالى و نرفع أيدينا ونتضرع إليه ونحمده ونشكره لكن إذا علمنا هذا شكرنا حينا كما قلت بعض الناس قد يغفل ويصيبه الذهور عن ذلك فلا يتفطن فينقص شكره لا لابد لنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن وسع لنا مجار النية مساحة النية بما لم يوسعه في أي عبادة أخرى في أي عبادة أخرى فأي عبادة أخرى فله الحمد وله الشكر إذن لحظت الآن أن وقت النية طويل في رمضان في رمضان أكرر وأقول ماذا لو كان مع الفجر إذن لابد أن يكون أهل ليبي مثلا جميعا في حالة يقضى وحالة انتباه عند دخول الفجر وهذا يعسر ويصعب ويشق على كثير من الناس شيخ عبد الباسط من التيسير في الشريعة أيضا وإن كان تيسيرا مختلفا فيه الأول هو تيسير متفق عليه لذا قدمناه المسافة الواسعة للنية في رمضان تيسير تيسير عظيم نشكر الله عليه هذا وقع باتفاق أهل العلم هناك تيسير اختاره علماؤنا عن علماء المالكية عليهم رحمة الله وعلى علماء المسلمين كافة اختاروا تيسيرا آخر يعني باجتهادهم وبنظرهم إلى العبادة الصيام فإنهم خالفوا الجمهور في مسألة أن رمضان وأن كل صوم يجب فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة للشهر كله بشرط وجوب التتابع كرمضان وكبعض الكفارات فهذه حتى يتبين للناس المعنى في فرق بين رمضان وبين قضاء رمضان رمضان يجب فيه التتابع وقضاء رمضان لا يجب فيه التتابع فقالوا إن رمضان تكفي له نية واحدة من أول الشهر إلى آخره قضاء رمضان لا مثلا رجل أو امرأ عليه عشرة أيام فجيق المصيم على بعضهم متتابعات هو أوجب عن نفسه ذلك يعني أراد ذلك أو جزم على ذلك لكن الشريعة لم تجيبه عليه يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم كل شهر يوما ولا ثلاثة هذا لا يجب فيه التتابع فلابد أن ينوي في كل ليلة فلابد أن ينوي في كل ليلة في القضاء لأنه لا يجب فيه التتابع كذلك كفارة اليمين لا يجب فيه التتابع فيجب أنه يتجب النية في كل ليلة في كل ليلة أو كل ليلة لكن ما يجب فيه التتابع ونية تكفي لما تتابعه يجيب إلا إن فاه مانعه ونية تكفي لما تتابعه يجيب إلا إن فاه مانعه طبعا علماء هنا قالوا ذلك خالفهم الجمهور وقالوا يجب التبييد أو النية في كل ليلة وعلماؤنا قالوا يكفي في أول ليلة يكفي كلمة يكفينا لاحظ فيها علماؤنا مسألة مهمة وهي أنهم يقولون بأفضلية أو بنجب النية في كل ليلة بأفضلية النية في كل ليلة وهذا يظهر للناس التوأمة أو التقارب بين العلماء الثلاثة المذاهب يقولون بالوجوب في كل ليلة مذاهبنا يقول بالندب لا أفضل يعني الآن يعني يندب لك وهو الأفضل ويستحب لك أن تنوي في كل ليلة حتى في رمضان لكن إذا أردت أن تأخذ بالرخصة أو أن تنوي صيامه بنية واحدة فلا بأس فلا بأس الأمر في ذلك عند الفقهاء في مسألة قياس الشبه أو في النظر إلى رمضان هل رمضان عبادة واحدة أو عبادات متفرقة علماؤنا قالوا إن رمضان عبادة واحدة كتلة واحدة قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر جعل الأيام كلها شهرا شهر وما لا يدخله شيء هو شهر على بعض يعني بالتغليب إما أن يكون ثلاثين وإما أن يكون تسعا وعشرين يوما طيب فقال هو كركعات الصلاة كأفعال الحج وتظهر في أفعال الحج تنوي الحج عند الإحرام باقي وتفعل باقي المنس كله بتلك النية الأولى كل الأفعال من تلك الحج من سعي من طواف من مقوف من الأركان من الواجبات من المستحبات من الفضائل بنية واحدة عبادة واحدة الحج عبادة واحدة قالوا الصوم عبادة واحدة ما الذي يدل على أنه عبادة واحدة هو قياس الشبه بغيره أو بقوله تعالى شهر رمضان أو بمسألة أنه يعني لا تصح في عبادة الصيام أو لا يصح الصيام بين أيامه بمعنى لا يدخله صيام آخر لا يدخله صيام آخر رمضان ظرف لصيام أيامه ما جيش واحد يقضي أيام في رمضان أو كفار في رمضان لا نعم يفصل الصيام عن الصيام الليل نعم الليل ليس بوقت للصيام والنهار هذا يوم واحد صيام رمضان ويوم اثنين صيام رمضان لا تدخله عبادة أخرى من حيث الصيام هو متعين لرمضان ظرف لرمضان الفرض حتى قال الحنفية إنه لا يحتاج لنية بكر با يعني لا يحتاج لنية يعني من باب الفرض من باب الفرض طيب هذا مذهبنا باقي العلماء قالوا رمضان عبادات متفرقة مش عبادة واحدة ما قياس شبه عندهم قالوا إنه إذا فسد يوم منه لا يؤثر فيما قبله ولا ما بعده واحد صايم ماشي يوم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة مئة جاي في يوم اثمانية وفسد صيام بأحد المفسدات للصوم فلا فسد سبعة ولا يفسد تسعة فسد ثمانية فقط أما ما قبله يوم سبعة وقبل ما فسد ولا يفسد ما بعده فقالوا إذن هو عباد خيرها متفرقة متعددة إذن تحتاج إلى نية كل يوم يحتاج إلى نية هذا الحوصلة إذا قلنا كتلة واحدة ولا يدخله صيام آخر فهو كتلة واحدة نقول تكفي نية واحدة إذا قلنا عبارات متفرقة بداليم فسادي أحد أيامه لا يؤثر على ما قبله ولا ما بعده فهنا يقولون يجب النية في كل ليلة سيرهم التوأم بين المذاهب كما ذكرت هذا قال والو هذا قال مندوب أو مستحب ريت في مسألة أخرى قد يقول أحدهم حرام والآخر يقول مكروه لكن لا قل أن تجد التباين بين فرض وحرام لكن أغلبه هو هكذا بين الواجب والمندوب بين الحرام والمكروه بين المندوب الجائز إلى آخره هذا موجود في المذاهب الإسلامية لأنها تصدر عن مشكات واحدة عن مشكات واحدة طيب طيب عند علمائنا اللي يقولوا تكفي في نية واحدة ويندب ويندب تجديدها لكل ليلة قالوا شوفش قال ابن عاشر ونية تكفي لما تتابعه يجيب إلا إن فاه مانعه هي يجب رهي لكن للوزن يجيب يجيب إلا إن فاه مانعه آه واحد راجل صحيح مقيم صحيح ومقيم مش مريض ومش مسافر هذا أنه نية وفوتها لآخر رمضان تكفيه نية واحدة مع الندب أنه يجددها كل ليلة أفضل شخصرت أنت حتى تكون عبادتك صحيحة على كل المذهب طيب لكن إن فاه مانعه صارت مشهلة منعة التتابع مرضة عفاكم الله مرضة المكلف فأفطر أياما فأفطر أياما هذه كالنية لولا مثلا صام عشرة أيام يوم 11 و12 و13 منش كترين للمرض خلي أخذ شوية بس باي ثلاثة أيام مرض وبعدين يوم 14 بيولي الصيم حتى من يقول بالنية واحدة تكفي عليه أن يجدد النية وجوبا لماذا لأن تتابعه قد انفصل وانشطر بذلك العذر وهو المرض واحد نوصي كل شهر صحيح مقيم باي لكنه حدث له سفر حدث له سفر في رمضان فسافر فلهو أن يفتر بالشروط ثم إذا عاد عليه أن يجدد النية من جديد نية لبادي الشهر يعني مش لابد كل ليلة الفرض عند علمائنا لكن باقي يقول أنه بنصيم بنية واحدة مش لحال يعني صام عشر بنية وبعدين خمس أيام سافر إما أن يفتر وبعدين بيقضيهم وإما أن يصوم حتى ولو صام في السفر ماخداش بالرخصة وسافر يجب عليه النية في كل ليلة لماذا لأن باستطاعته أن لا يصوم المريض إذا مرض وطرق الصيام ولكن في بعضهم يقول لا من تحمل نفسه من صيام طبعا قلنا في اللقاء السابق إذا كان يفقده نفسه أو يفقده أحد حواسف حراحة مريضة الصيام لكن هو مرض يجيز له الفتر ويقضر معه على الصيام فصام يجدد كل نية كل ليلة لماذا لأن باستطاعته أن لا يصوم يصوم أو لا يصوم أمره بيده فإذا من خرق هذا وعاد إلى الصيام من جديد يجب عليه أن ينوي من جديد ينوي من جديد بقت مثلا هذه في عنصر النساء النساء يعني يأتيها ما فرضه الله على بناة حواء كما يقولون وهي الدورة وهي الدورة نعم المرأة قد يعني في حالة ما هي مجهة الدورة تقول بنصيم يكفيك نية واحدة ويندب لك أن تجدد كل ليلة لكن إذا جدت هالدورة الدورة طبعا لا يجب ولا يصح منها الصيام لا يجب ولا يصح منها لا يجب عليها ولا يصح منها أفهم أفهم يا نساء لا يجب عليك فوقت الدورة ولا يصح منك طبعا العيل المبلغش لا يجب عليه ويصح منه لا يجب عليه ويصح منه أما أنت أياته المرأة المعذورة بهذا العذر فلا يجب عليك الصيام ولا يصح منك ولا يصح منك هذه لفترة أيام معدودة أربع خمسة يام الله أعلم بما اعتادته المهم عاد إليها طهرها المعتاد أو باستظهار لا أدري المهم عاد إليها طهرها فإذا عادت إلى الصيام وجب عليها تجديد النية وجب عليها تجديد النية لباقي الشهر فإن بيتت في كل ليلة فهو حسن وهو أفضل وهو مستحب أظن هذا يكفي اليوم شخص الباسط في بيان مسألة التيسير في النية ونحن قادمون على شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يحفظنا من عبث العابثين وكيد الكائدين ومكر الماكرين والذين يريدون أعناقنا وأرزاقنا بكل شيء ويريدون الكيد لإسلامنا وديننا فنعوذ بالله من شرورهم ونجعله في نحورهم يا من له القوة جميعا يا من له المكر جميعا ثبتني الله وإياكم على الإيمان وعلى الحق ويسر لنا الصيام إنه ولي ذلك والقادر عليه فضل شيخ الباصل طيب شيخنا جزاكم الله خيرا عندنا سؤال أو عندنا اتصال نعم ثم نعود إليكم نعم الأخ عبد المجيد من طرر بس فضل يا عبد المجيد أنا سأهلم وعليكم السلام مرحبا عبد المجيد مرحبا أخي السلام وإن شاء الله الكرام الأعزاء رب يحفظكم ويحفظك يخوذ عبد المجيد بارك الله فيك سؤال الشيخ بالباسط متى تكون نية الصيام أي متى تكون نية الصيام ولفظها 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 وهل هي متى تكون محلها القلب ولا تلفظ بها الإنسان وصيغته يعني الصيغة حاضر 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 يا عبد المجيد بارك الله فيك وإياكم وإياكم إن شاء الله بارك الله فيك نعم إذن سليم تضضل حاج سليم هاي من الصلاة هاي وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله الله يحييك يا أخي سليم بارك الله فيك وسهلا وإياكم يا سيدي مرحبتين بيك كل عام تبخير يا سيدي بارك الله فيك بارك الله فيك عندي سؤال واحدة وسبحة يا شيخ تفضل تفضل بسم الله وعلى بارك الله ربدا بهالا السؤال أهو الله تعالى أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أصولي وأنا حزي به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ربضان إيمانا واحتسابا هذا الله له من قرر من جندي طيب من صام رمضان هاي طيب فرحتان عندك أصباري وظارها عندك لقاء ربي سؤال يا شيخ عبدالعباسم نعم لما أدخص الله جل جميعه أصيام له ولما أدخص بارك أركان الإسلام طيب حظ وإياكم سيد شكرا عبدالفتاح تفضل يا أخي عبدالفتاح من طرابرس تفضل يا أخي السلام عليكم يا أخي سهلا وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبتين يا أخي عبدالفتاح الله يحييك الله يبارك فيك أمين 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 الله يبارك فيك وما دام فيه علماء وفيه ناس طيبا إن شاء الله وفيه ناس مخلصين فليبيا بخير وبيبن الله ومتصيرهم شكرا أخي عبدالفتاح شكرا بارك الله فيك نعم أحمد من الزاوية تفضل أحمد من الزاوية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا أخي يا أهلا وسهلا أحمد كيف حالك يا أحمد الله يطلب عملك وإن شاء الله ويعومكم على هذه البرامج المنتازة أمين والبركة بالشيخ والبركة بالشيخ الصادق والشيخ محمد رجالي بارك الله فيك النسرك سؤال أنا في ثمت تسعين تقريبا جنت حجب يعني نشت واحد بسيارة وتوفر والله كنت هوا شباب صغير قاعد ما اهتمت بالصيام ما اهتمت بالصيام ما اهتمت بالصيام نعم وبعدها بشوية يجلي السكم فكيف ندير الحال الحادث كم واحد مات فيه يا أخي واحد لو دخلنا السيارة دخلنا ببعض أنا شخف واحد شخص هو ايه شخص ايه 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 طبعا أنا معاشي قدير تنصيب صقر معاشي قدير تنصيب ونضربت لحجات وكل مرة قدير تنصيب مشكي يعني باي حاضر تسمع تسمع الإجابة من الشيخ بارك الله وفيك يا أحمد الله يطول وطمع بارك الله صلى الله يعافيك من كل سوء والله يشفيك سبحانه وتعالى نعم عمر تفضل من مسلاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الله يبارك فيك يا عمر يا أهلا وسهلا بالله يا شيخ أنا كريماتك إن شاء الله تكون مسموعة ونسبة المشاهدة عندك كثيرة أنا بتكلمه عن الحياء الحياء ايه احنا بالليبي نقوله مثلا قلة الحشم يعني ايوه نعم ما اكتره في هذه الأيام شيخنا كيف في الشارع قلة الحياء يا شيخ نعم نعم اللهم مستعان طيب طيب حاضر طيب حاضر طيب يا عمر نعم مروان تفضل مروان من مسلاته السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا يا مروان شيخ عبد البصد بارك الله بك ربي حيي اللي حييك يا مروان يعني وسهلا بك يا أخي نصر الشيخ محمد بعجين حكم تجريد الظوافر في نهار في شهر رمضان في النهار حكم قص الأظافر ايه في نهار رمضان في نهار نمضان طيب بارك الله فيكم وربي يستح عليكم تسلم حبيبي تسلم بارك الله فيك يا شيخنا بارك الله فيك الأسئلة كثيرة ما شاء الله لكن نبدأ حقيقة بواحد ابعت لي سؤال عن طريق الواتساب وانا نقول هو له يعني كما هو يقول أنا حولي في إخراج الزكاة حوله في إخراج الزكاة والعاشر من رمضان وزكاتي يقول ولله الحمد مبلغ كبير فأخذه وأضعه في حساب خاص حساب خاص وأعطي العوائل التي أعرفها وأعطيها كل سنة وهي متنوعة ويبقى الباقي في الحساب أعطيها على مدار الأيام والشهور القادمة كل ما سمعت بأحد محداج لسيما في العلاج فأعطيه من هذا المبلغ المتحفظ به في الحساب لأن الناس تقصدني على مدار السنة فأعطيها من المبلغ المحور في حساب الزكاة وفي بعض الأحيان أعطي قبل حلول الحول بفترة طويلة لكنني عند حلول الأجل أخصم ما دفعته من قبل ويصعب علي إخراج الزكاة في مرة واحدة لأنني لا أعرف عوائل كثيرة وأيضا أن أعطي بنفسي ولا أعطي للمجمعيات وغيرها ما حكم فعل هذا الإنسان بارك الله فيكم شيخنا نعم هذا الرجل أولا إخراج الزكاة قبل حولها تشدد فيه المام مالك وقال هذا زين لصلي الضهر قبل وقت حني فيما دهبنا من صلى ووشاكم في درخول الوقت فصلاته باطلة ولو كان صلى في الوقت باهم لكن هناك أحاديث وهناك بعض الأدلة والحاجة قال العلماء بعض العلماء بتجويز تقديمها لكن علماءنا يقولون بالقدر القليل يعني بمسى الشهر فإذا كان الآن هو متى في عشر رمضان والآن في شعبان رأى أحدا قال يحتاج احتياجا كبيرا للزكاة فعجلها لا بأسة بالمدة القريبة أما أن يعجلها بمدة طويلة فلا فلا يجده ذلك ولا تكون زكاة المسى الخطير أما ما يفعله هو فهذا من الخطأ ويمنعه علماؤنا ويمنعه علماؤنا كيف يمنعونه يقول لك ما تحطش مالك مثلا في عشر رمضان أنت عليك زكاتك مثلا عشر الاف مثلا تقعد دائرة في صندوقك زي ما قال الأخ هذا وكل ما يجي واحد يعطيه أولا أولا الزكاة عندها وقت عندها وقت ثانيا أنا فيما أعلم أن هذا يفعله بعض الناس لحماية أموالهم لحماية أموالهم كيف بدل يتصدق يدفع الزكاة هذه في وقتها لا بس في وقتها لا بس جاك واحد يريد معونة وهو يستحقها يستحق الزكاة بدل أن تعطيه الزكاة الصدقة يعني خارج الزكاة يقول لا لأني يعطي يعطي الزكاة لا بس المهم أن يكونوا مستحقا لكن بعض الناس بعض أهل بعض أهل المال كل مرة يجي واحد يبقى لي حشا فيقول أني سيقع لي إحراج يقع لي إحراج كل مرة واحد نعطيه 200 و300 وألف والفين هذا كثير شا ندير ندش زكاتي قداي نخليها كل ما جاء أحدهم ونتحشم منه نعطيه من الزكاة هو يفرح ويقول بارك الله فيه وأنا حميت مالي بالزكاة هذا لا يجوز لا يجوز خاصة إذا دخلته النية هذه دخلته النية هذه إذا لم تدخلوا هذه النية افترد دار بدون النية هذه أراد أني فعلا أن كل ما جاء نقول لا إذا هذه وجبت عليك في هذا الوقت فيجب عليك أن تتخلص منها وأن تخرجها ولا تؤخرها حتى الذين أجازوا بعض التأخير لأسباب معينة لأسباب ليس منها ما يذكره صاحبنا هذا أما أن يقول أنا لا أجد نقولك يا أخي الآن في صندوق الزكاة إذا رأيت يعني الذين يقومون عليه يعني ما شاء الله يعني صندوق الزكاة أصبح الآن في أماكن جيد وفي أماكن غير جيد أنا لا أستطيع يعني قد صدرت بعض الفتاوى كده إلى خيره لكن أقول في هناك من تستغل زكاة في صندوق الزكاة أو تخرج وإخراجنا جيدا لمستعقية وهناك من يفعلها لأمور أخرى للدعاية لمذهبه ومنهجه ولصرفها على دروس المشايخ ويقولك هذا في سبيل الله المالكية سكروا البيب عليك وقالوا في سبيل الله هو الجهاد هو الجهاد هو يعني إذا حمي الوطيس على كل حال فهناك في جمعيات فيه أناس هناك أناس يمكن أن يفعل البنت يدير شارة للناس يعطي زكاة لبعض المسؤولين بعض الناس اللي يعرف الفقراء فإذا ضاقت عليه بلده أخرجها إلى بلد آخر لأنها توقض من فقرائهم ومن أغنيائهم وتعطى لفقرائهم دليل هذا على أنها تعطى في البلد نفسه هم أولى بها إلا إذا كان المحتاج في البلد الآخر إذا كان شد حاجة فهذا أخونا بارك الله أول حاجة نشكره على إخراج الزكاء وهو لا يشكر الإنسان لكن لأنه هناك كثير مما يفرط فنقول له شكر الله لك وحفظك من بخر الشيطان وتبخير الشيطان ولكن يا أخي أخرجها قبل الموعد بقليل لحاجة وفإذا جاء موعدها أخرجتها له إلا إذا وضعتها في مكاء جزء منها لشخص معين تعريفه سياتي أو في حاجة كبيرة ويحتاج منك إلى بيان وإلى أن تكتب عليها وحتى لا يجدها أبنائك بعدك بعدك فيظنون أنها من مالك وليست من مال الزكاء من مال الله سبحانه وتعالى نعم طيب شيخنا بارك الله فيكم الأخ عبد المجيد من طرابلس يقول متى تكون نية الصيام ولفظها وهل يتلفظ بها الإنسان وما هي الصيغة النية محلها القلب هي القصد إلى الفعلي هي القصد إلى الفعلي محلها القلب قلنا الوقت امتاحها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بعض العلماء أرى أنها تكون في آخر أفضل في آخر التخير أفضل ولكن المسألة سعة فيها ساعة وفيها مجال رحب مجال رحب نعم في كل ليل الصيام في كل ليل الصيام من بعد الغروب إلى الفجر بل وتقترن مع الفجر فهذا كل وقت لها فين أخذ بآخر ليلة بس لكن قد ينام قد يعني ربي تصدق عليكم بصدقة الشرعة تصدق عليكم بصدقة لماذا يعني نجعل أنفسنا في الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج أما التلفظ بها فمكروه مجيهنا نويت صيام غد ولا لا لا هو قلب هو القلب بعض العلماء يقولون السحور نية السحور نية فالقلب أنت ناوي أنت تصوم ولا يكون التلفظ إلا إذا كان الإنسان يعني أصابه الشك والاستنكاح ولكذا في بعض يفتل علماء في بعض لهؤلاء بأن يتلفظ بها حتى يقطع الوسواس الخناس عن نفسه أما باقي الناس فلا طيب شيخنا نجزاكم الله خير أخ سليم المصرعة يقول لماذا خص الله الصيام أنه له الصوم لي وأن أجذي به هذا أولا حديث خدسي هو قال حديث خلاص لحديث قدسي وهذا له قرآن وله حديث شريف حديث معروف يعني هذا الصيام ممتاز بأمور طبعا الصيام عبادة سلبية عبادة سلبية فلاش عمل الصلاة إحرام ركوع سجود الحج أفعال الزكاة دفع أموال حركة لكن الصيام هو كف عن الحركة كف أسف عن الطعام والشراب و فهو عبادة سلبية بعض العلماء يقولون كل عمل ابن آدم لو إلا الصوم أو الصيام فإنه لي وأنا أجذي به أولا أجذي به معناها هير البلاكير يعني نحن نعرف في مسألة الشرع الحسن وتبع عشر يام تاليها ويزيد إلى 700 700 ضعف والصيام مش خاش بحساب هذا ليه قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصيام صبر باي فيتولى المولى سبحانه وتبه نفسه معناها هذا تعظيم لأجره قال بعض العلم قال ذلك لأنه عبادة لا يدخلها الرياء عبادة لا فإلا الصوم فإنه لي وأنا أجذي به لأن قالوا عبادة لا يدخلها الرياء يمكن أن تصلي للحاكم أو لدي سمعة والله دي مكان يمكن أن تسافر إليه زي الحج ممكن أن تعطيه المال زي الزكاء لكن لا يمكن أن تصوم له لا يقبل منك أن تصوم له تقول ليس يملك اليوم ما يقبلاش منك لم يتقرب يعني قالوا يعني بأمرين أن عبادة ليس فيها رياء وأنها لم يتقرب بها لغير الله وأنها لم يتقرب بها لغير الله كما يتقرب المنافقون لعظماء الدنيا فلعدم الرياء ولم يتقرب بها إلا الله سعى تعالى هذا جعلها لا لها خصيصة أن يقول الله فيها هذا في الحادث القدسي والله أعلم طيب شيخنا جزاكم لخير الأخ أحمد من الزاوية يقول في سنة التسعين لما كان شاب هو عمل حادث وقتل إنسان نعم ولكنه لم يهتم بالصيام الآن هو كبر شذار هو عمل حادث عمل حادث وهو صغير شاب عمل حادث بالسيارة فقتل إنسان آخر ولم يهتم بالصيام لأنه قتل إنسان خطأ والآن هو كبرت سنة وتقدم به السن وقال عنده السكر فماذا أفعل هو مريض الآن يقول ماذا أفعل الآن لا يستطيع الصيام يعني هو أولا هل تبت عليه الخطأ كان يعني يراجع هو المسألة عند المرور والله عند النيابة لا أدري هل هو وقع منه خطأ ما أو لا فإن كان مختيا وقع منه خطأ والعادة أهل ليبيا يقعون في الخطأ ولو يعني في كثير من الأشياء ولو السيارة ما يشتنفعش وإلا فيها خاصية نقص ولا كذا فإن قالوا يعني ترتب عليه خطأ فهذا هذا عليه الصوم هو بين تحيير رقبة وصوم شهرين ما فيه شي فدية فيه شي إطعام باي هو قال السكر هو لا أدري هل يصوم رمضان هل يصوم رمضان أو لا يصوم كان عليك أن تسأله لأنها توحدتها ممكن تكلمه بعدين في قصة الآن بعض الدول اللي يهرب من الصيام بمجرد السكر السكر شين مشكلته في منع من الصيام بيأخذ اللي يأخذها ويختار الأيام اللي هي نهارها قصير لذلك ما تقول بمناخشة هذا كيف مجرد السيم طبعا هو فرط قال هو من فترة طويلة فرط ليس الواجب يعني مضيقا عليه ولكن فرط فمسألة العذر بصلكم ليس عذر إلا في حالة خاصة فإن كان يصوم ويأخذ اللي يبرأ طيب شيخنا جزاكم الله وعلا بارك الله فيك شيخنا نسأل الله يحفظكم وينفع الله بكم الإسلام والمسلمين كنتم معنا في هذه الساعة برنامج الإسلام والحياة الإخوة والأخوات ختاما جئنا لهاية اللقاء إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى سأدعكم الله الذي لا تدعو دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمل الله إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت الحيور من الظلام يددي إلى التقى والنور اشتركوا في القناة